السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة هنشوف مع بعض امر من اوامر الجافة سكريبس القدر هو ايه اللي هو انا عايز اعمل لوب فانا عندي اوامر مثلا زي فورد دولة هنشوف مثلا ان هو وابدأ اديله الشرط اكتاعي وبعد كده بقول له ايه الحاجة اللي هتعملها لو الشرط ده متحقق هقول له مثلا ان انا عندي متغير اسمه اكس والاكس ده بيساوي اتنين تمام هقول له بقى الشرط بتاعي الاكس اقل من 20 طول ما الشرط ده متحقق هيدده ينفذ طيب هينفذ ايه بقى هقول له اتباعلي الكمنت dot right وبعد كده هفتح الكسين واقول له ايه اتباعلي الاكس وبعد كده زائد وبعد كده مثلا اقول له كلمتة hello 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 world وبعد كده هعمل زائد واديره العلامة ديت عشان يعمل لي سطر جديد ال pr طيب هو يفضل ننفذ الموضوع دوت للمالة النهائية عشان يوقف هقول له ايه بالطور يعني في كل مره كان أول مره هفتح حstein تعطي الآخر حتى المتاضي ننخفه ثاني enhorns اصبح sold u دو اهويل يعني بقول له دو وبقول له ايه الحاجة اللي هتستعمل وبعد كده اقول له اهويل و ادهله الشرط ليه بقى ما مصحش بالموضوع دوت لانه هينفز حتى لو الحاجة دي مش موجودة مالوش علاقة اللي معنى ايه معنى انا هقول له دو اعمل لي الاثنين دول طول ما الشرط بتاعي ان الاكس اصغر من النشرين معنى هينفز بشرط دوت وهي كنشوف فواه يلي بخصر من المثال لو الاثنين دي تاتة عواتشين مش هينفز حاجة خالص لانه هيروح اول حاجة الاشرط وشي حاجة الاجراء هو وقف اتفاق لو انا قلت له بقى دو انا فتع لقل مرة واحدة بعد كده اكتشف ان فعلا ان الاكس مش اصغر من عشرين فيروح مؤقف فامر دو هوير متقربش منه خليك فامر هوير بس يعني دو هوير نايدر ان ما منستخدمه